أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد نحييكم في مدينة العالمين الجديدة ومن أمام المسرح الروماني في الأمسية الثقافية وضيفي في هذه الأمسية تعامل مع الأجناس الأدبية بشكل متنوع فكتب الشعر وكتب الرواية وذهب إلى المقال وتبوأ فيه مقعدا كبيرا وطوف بجمهور القراء في موضوعات مختلفة ومتنوعة كان بطلها دائما هو الإبداع هو الأدب في أجناسي المختلفة ضيفي الكريم ولد عام 1961 في قرية هورين في بركة سبع بمحافظة المنوفية تخرج في كلية التجارة جامعة طنطة عام 1983 التحق بالعمل الصحفي عامل في جريدة الوطن الكويتية ثم في مجلة أدب ونقد العريق التي يصدرها حزب التجمع ثم أيضا يعني عامل في مجلة الهلال الثقافية العريقة التي لها مكانتها الكبيرة في العالم العربي وعمل أيضا في جريدة الدستو ثم جريدة الأهرام ورئيس تحرير مجلة الديوان مجلة الديوان ثم مجلة إبداع الثقافية له عموده عمود الرأي في الأهرام وفي جريدة اليوم السابع وهو يعني كان مدير من المركز الأهرام للترجمة والنشر وغيرها من مراحل عملي المختلفة قدم للمكتبة العربية مجموعة من المؤلفات في عالم الشعر منها طبعا أحباب وهو ديوان شعر مطر خفيف في الخارج صدر عام 1993 ديوان شعر ويبدو أنني جئت متأخرا ديوان شعر صدر عام 97 وجاءت هذه الرواية عام 2002 خارج الكتابة ثم عاد إلى يعني مرة أخرى إلى الشعر حالة ماشي وهو ديوان شعري الجو العام مجموعة قصصية في عام 2011 أنت في القاهرة ديوان شعري صدر عام 2014 ثم كان ديوان كن شجاعا صدر في عام 2020 ضيفي الكريم حاز على جائزة سويرس للثقافة عن رواية كريلسون عام 2009 ثم جائزة أفضل ديوان شعر في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2015 ويعني أرحب بي أيما ترحيب في هذا اللقاء ضيفي الكريم الأستاذ إبراهيم داود الشاعر والكاتب الصحفي الكبير أهلا وسهلا أستاذ بعيدا أهلا وسهلا بيك وأهلا وسعيد جدا أن أنا أول مرة أجل على مين وأشوف النهضة العظيمة دي بجد يعني طبعا سعادة المبدع بالمكان والمكان له خصوصية يعني ممكن يولد يعني ملحيتش أشوف بس أنا ساعدت بالله أنا شوفته يعني حاجة عظيمة طيب أستاذ إبراهيم أولا النشأة والتكوين حضرتك من محافظة المنوفية قرية هورين كيف كان لهذه النشأة أثر فيما بعد في السنوات التخصص التعليم الجامعي ثم العمل والله أنا مش ما بعرفش يعني أزوّق الكلام أنا من أسرة بسيطة ما كانش في أحد مهتم بالكتابة ولا بالأدب ليه أقارب أستفدت منهم ويعني حياة ريفي بسيط من أسرة بسيطة يعني فتنوا الشعر اللي بيدرسوا في المدارس فحاول يحكيه وبدأ يقلده وبعد شوية بحس إن فيه إمكانية لده وخصوصا لما كان يشوف أقرانه أو أقراني يعني لما أرى لهم حاجة من اللي أنا عاملها فما بيصدقوش إن ممكن أنا بقى عامل ده فإداني ده سيقة أكتر إلى أن ذهبت إلى الجامعة وكان من حظ العظيم أن أتعرف على رجل عظيم رحمة الله عليه اسمه الدكتور محمد عبد العزيز أبو رمان كان أستاذ في كل التجارة جامعة طنطة وكان في الأنشطة العادية بتاعة الطلبة ده لفت نظره النقطة المحورية في حياتي إن كانت مجلة إبداع برئاسة الدكتور عبدالقادر القط حديثة الصدور في الوقت ده وأنا عشان أجرب ثقة في نفسي فبعدت للدكتور عبدالقادر القط أصايد على أمل يرد علي في بريد القراء ففجأت إن هو حططها لي فيه مع كبار الشعراء والكبار في الوقت ده كانت ما بين محمد الفيتور وعبهاب البياتي وأنا واحد لسه عايش في قريتي دي أكبر دعم معنوي الدهولي حد في حياتي اللي هو حسسني إن أنا بعمل شيء له قيمة الدكتور عبدالقادر قطع بعد كده بدأ يزودني يعني كان إلى هذا الوقت بالإضافة للدرسناه في المدارس وقعت في غرام شعر عظيم يعني بعتبره من المؤسرين الكبار في حركة الشعر الجديد بشكل عام محمود حسن إسماعيل وبدأت بدأت أتعرف بها على أمل دونقل وعلى درويش وعلى حجازي وعلى صلاعب صبور وعلى عفيفة مطر ولحسن حظي مع الزمن يعني باستثناء طبعا أمل دونقل لألام ألطقي بيه الأسماء اللي أنا بقولها لها دي صاروا أصدقائي يعني محمود درويش وعجازي كل الأسماء ديت يعني بقى أسد زيتي وأصدقائي في الوقت ده وأنا بكتب في منطقة خاصة شوية أنا لا أملك اليقين الذي كان يملكه الشعر القديم الذي يجلس على منصة ويتحدث باسم القبيلة أو لجمهور ينتظر منه يعني كلام في الفروسية كلام في الأمجاد كلام في كده أنا شخص وحيد في هذا العالم المعقد ويحاول من خلال ما يكتب أن يبحث عن أصدقاء بهذه الكتابة وبدأت تسلم الشعر بشكل عام كما فعل القدامى أو الأقدمون أني بدأت شعر عمودي وبعدين عندي ديوانين في شعر التفعيلة وانتقلت بهذه السلاسة لقصيدة النسر في الآخر أنا وجيلي يعني ومجموعة من جيلي واللي هم يعني عملوا حاجة كويسة في الشعر العربي اللي حديث مش مجرد في الشعر في مصر بس